السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة فنحن نضق بابه اذا منعنا نطرق بابه وخير فترة نطرق فيها باب الله هو في جوف الليل والناس نيام الناس نيام مع جوش تصبح ثلاثة تصبح غنفيق وغنتوض وخا غن يغلبني النوم نزعم ونوضن نفسي ونصلي واحدة ركعتين او اربع ركعت او اكتر من ذلك خاشعا طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا وبدت اشكو الى مولاي ما اجدوا اعظم لحظة اعظم لحظة والله كل حوائجنا تقضى اللي عنده اي غرض وتعكس له زواج خدمة ارزق بغي ابني دار بغي صافر خارج ارض الوطن بغي يعطي الله اولاد كان مظلوم بغي الانصاف بغي العدل اللي بغي تعلموا لنا عز وجل يعطيك بلا حساب وهو في جوف الليل طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا وبدت اشكو الى مولاي ما اجدوا اشكو الى الله ما انا في حاجة اليه سبحان الله العظيم ما هي الا فترة قصيرة جدا حتى يفاجئك المولى بالكرم والجود والعطاء وهو سبحانه اذا اعطى ادهش يا ما كتعرف اناس عندهم مشاكل يكاد يشيب لهولها الولدان ومشاكل وربما كتقول ليس لها حلول وعندهم امراض كتقول ما بعدها علاج كل هذا مجرد تخمين بشري اذا تدخل المولى عز وجل فانه يعطيك واذا اعطاك ادهشك هو سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وامره بين الكاف والنون اذا قضى امرا انما يقول له كن فيكون لكن ينبغي للعبد ان يدعو الله تعالى ليس بقلب غافل ولكن يستحضر اليقين وانه يدعو الله وهو موقم بالاجابة ويتوسر اليه باسمائه الحسنى وصفاته العلى فاسأل الله لك يا فاطم الزهرى ان يبشرك المولى بحمل قريب اللهم يا رب العالمين لا تدرها فردا وانت خيل الوارثين ربي لا تدرني فردا وانت خيل الوارثين دعاء سيدنا زكريا مفتاح عظيم للفرج للعبد يقولات الكلمة يقول ربي لا تدرني فردا وانت خيل الوارثين ودائما فاطم الزهرى حينما تكون علاقة زوجية بينك وبين زوجك انت يا وياه قرأوا دعاء دنون سيدنا يونس عليه السلام لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ثم اباشر اي عمل ما تنقوم به هذا الدكر هذا عظيم يسمى مفتاح من مفاتيح الفرج الخطير جدا لأن سيدنا يونس دعا فيه في الظلمات الثلاث ظلمة بطن الحوت وظلمة جوف البحر وظلمة الليل هلاك غير متوقع نجات ولكن لما قال هذا الدعاء ربنا عز وجل سهل الأمور فقلها الدعاء لسيدنا يونس أوله تهليل أوسطه تسبيح آخره إقرار بالدم وغتشوف يلا لفطم الزهراء حينما يرزقك يلا الله تعالى بالتوأم يا مرأة وناس حضرنا لهم في العقيقة والله كاللي 12 عام 13 سنة ما كيولدش ومشا عدل أطباء وكاللي مسكين مشا زر الأضريحة وكاللي دبائح وكاللي قانوني كيدروا كيدرها حتاقش شي غرائب وعجائب غريبك يستعملها ما يقبل لا عقل ولا منطق ولكن حينما وطن نفسه وأخلص دعوته لربه وحده لا شريك له فإن الله أعطاهم وأدهشهم ومن اللي يعطي المولى يعطي بالوفا كل من رأيتهم قد أبطع عندهم الإنجاب عشر سنين 12 عام 13 عام من اللي يعطيهم المولى والله ما يعطيهم واحد يعطيهم بالتوأم التوأم وكيكون فيه جمال وبغاء وكيعطيهم معهم الرزق يعني كيعطيهم الماكلة والدواز ديلها الرزق معهم كيف يفضع له المال فأسأل الله الكريم فاطم الزهراء الله يساعد قلبك نطلب الله تعالى يفرحك في هذه الأيام المكرمة ويبشرك بحمل قريب ورزق وفير وكل أخواتنا اللي عندهم العسر في الإنجاب اللهم عجل لهن بالفرج اللهم عجل لهن بالفرج اللهم عجل لهن بالفرج قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أمير كيف كريبا ورحمة بنتي سمحني مرتبقة شوية فرحانة بززف إني أدرت معك يا أهلا وسهلا بك سحاة من المرة كانت صلو اليوم أدعيت واحد دعوة قلت يا عسيب يا ربي تجاوبني لاي لاي لله يا برحبا لله شكرا بززف كانت بغيتنا تدعي معي بالدورية الصالحة والأم ديالي قلت بغدير العملية بغيتك تدعي معها يا ربي يا ربي واحد المرة كانت أحلماتك قلت لي يراها أحلمتك ألو فاطم الزهراء نعم بنتي آآ قابل للاسف نقطع الخط مع ديالي بنتي لا حول ولا قوتي لا بلا شكرا لك فاطم الزهراء وانتل بوربي سبحانه هو تعالى يفرحك باش كتمنعي آآ آآ للاسف كلمة حلم غير كتدوس في اللونتين هاك يتقطع الخط آآ هدي وحد تقنية جديدة ديالأشياء اللي آآ تفسير الأحلام كان غير وارد في البرنامج مع ديالة يا فاطم الزهراء مع ديالة بنتي والولدة اللي يغدر عملية جراحية أكيد أن الطاقم الطبي والمختصين في العملية الاستشفائية غد يقوم بجهودهم لكن علينا أن نستحضر هناك ما يسمى بالألطاف الربانية الألطاف الربانية هي أن الإنسان قد يكون بين يدي الطبيب والطبيب يبقى بشر وعلمه ومعارفه تبقى دائما محدودة ونسبية وكل تدخله تبقى دائما بشري يعتوره النقصا لكن لما يدعو العبد أو الأمة يدعو ربهم سبحانه وتعالى ويلتمسون منه الشفاء فإن هناك الألطاف الربانية نسكنسوها وإذا استحضرها الإنسان إن شاء الله عمره بخاف ياما هناك أناس دخلوا إلى المستشفى في عملية جراحية خطيرة جدا نسبة النجاح لا تكاد تتجاوز عشر في المئة ولكن بفضل الدعوات وبفضل الابتهال إلى المولى صارت نسبة النجاح أكثر من مئة في المئة حتى أن الأطباء كانوا يحترون وكانوا يستغربون ولكن لا عجبا في قدرة الله تعالى فنسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد للا فاطم الزهرة الله شف الوليدة ديالك يا رب الدزل عمالي الجراحي يد سالمة وترجع فيها غانمة نسأل الله تعالى أن يجعل كل عسير عليها السهل يسير ونسأل الله تعالى أن يتولاها بالرعاية والحفظ وأن يجعل الألطاف الربانية تشملها من كل جانب حتى تعود إليكم سالمة غانمة وأسأل الله أن يكون هذا الرؤية اللي بغيت تقولي تكون خير بإذن الله الله يجعل فيها الخير والبركة والتسير كما نسأل الله تعالى للا فاطم الزهرة يرزقها الله الذري الطيبة الذري الطيبة فاطم الزهرة ربك يعطي وكي يمنع فنحن نضق بابه إذا منعنا نطرق بابه وخير فترة نطرق فيها باب الله هو في جوف الليل والناس نيام الناس نيام مع جوش تصبح ثلاثة تصبح غنفيق وغنتوض وخير يغلبني النوم نزعم ونوطن نفسي ونصلي واحدة ركعتين أو أربع ركعت أو أكثر من ذلك خاشعا طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجدوا أعظم لحظة أعظم لحظة والله كل حوائجنا تقضى اللي عنده أي غرض وتعكس له زواج خدمة أرزق بغي بني دار بغي صافر خارج أرض الوطن بغي يعطي الله أولاد كان مظلوم بغي الإنصاف بغي العدل اللي بغي تعلموا لنا عز وجل يعطيك بلا حساب وهو في جوف الليل طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجدوا أشكو إلى الله ما أنا في حاجة إليه سبحان الله العظيم ما هي إلا فترة قصيرة جدا حتى يفاجئك المولا بالكرم والجود والعطاء وهو سبحانه إذا أعطى أدهش يا ما كتعرف أناس عندهم مشاكل يكاد يشيب لهولها الولدان ومشاكل وربما كتقول ليس لها حلول وعندهم أمراض كتقول ما بعدها علاج كل هذا مجرد تخمين بشري إذا تدخل المولى عز وجل فإنه يعطيك وإذا أعطاك أدهشك هو سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وأمره بين الكاف والنون إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون لكن ينبغي للعبد أن يدعو الله تعالى ليس بقلب غافل ولكن يستحضر اليقين وأنه يدعو الله وهو موقم بالإجابة ويتوسر إليه بأسمائه الحسنة وصفاته العلا فأسأل الله لك يا فاطم الزهرة أن يبشرك المولى بحمل قريب اللهم يا رب العالمين لا تدرها فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تدرني فردا وأنت خير الوارثين دعاء سيدنا زكريا مفتاح عظيم للفرج العبد يقولات الكلمة يقول ربي لا تدرني فردا وأنت خير الوارثين ودائما فاطم الزهرة حينما تكون علاقة زوجيا بينك وبين زوجك انتي وياه قرأوا دعاء دنون سيدنا يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثم أباشر أي عمل ما نقوم به هذا الذكر هذا عظيم يسمى مفتاح من مفاتيح الفرج الخطير جدا لأن سينا يونس دعا فيه في الظلمات الثلاث ظلمة بطن الحوت وظلمة جوف البحر وظلمة الليل هلاك غير متوقع نجات ولكن لما قال هذا الدعاء ربنا عز وجل سهل الأمور فقلها الدعاء لسينا يونس أوله تهليل أوسطه تسبيح آخره إقرار بالدم وغتشوف إلى الفطم الزهر حينما يرزقك يا الله تعالى بالتوأم يا مرأة وناس حضرنا اليوم في العقيقة والله كان لي 12 عام 13 سنة ما كيبنتش ومشا عدل أطباء وكان لي مسكينة مشا زار الأضريحة وكان لي دبائح وكان لي قلوا لي كيدينوا كيدينها احتقى شغرائب وعجائب غريبة استعملها ما يقبل لا عقل ولا منطق ولكن حينما وطن نفسه وأخلص دعوته لربه وحده لا شريك له فإن الله أعطاهم وأدهشهم ومن لك يعطين مولاك يعطين بالوفا كل من رأيتهم قد أبطع عندهم الإنجاب عشر سنين 12 عام 13 عام من اللي كيعطين المولا والله ما كيعطين بواحد كيعطين بالتوأم التوأم وكيكون فيه جمال وبغاء وكيعطين معهم الرزق يعني كيعطين الماكلة والدواز ديالها الرزق معهم كيف يفضع له المال فأسأد الله الكريم فاطم الزهراء الله يساعد قلبك نطلب الله تعالى يفرحك في هذه الأيام المكرمة ويبشرك بحمل قريب ورزق وفير وكل أخواتنا اللي عندهم العسر في الإنجاب اللهم عجل لهن بالفرج اللهم عجل لهن بالفرج اللهم عجل لهن بالفرج قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا ربي السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة